سورة الزخرف وعنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مصدفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزرون فأهلكنا أشد منهم بغشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهما العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكف مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاث بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ول وجله مسودا وهو كظيم أومن نشأ في الحية وهو في الخصار غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم من لا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمتهم وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا مطرقون إنا وجدنا آباءنا على أمتهم وإنا على آثارهم مهتدون قالوا ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظوا كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن الذي فقرني فإنه سيهدين وجعنا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحرا وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخنيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة وبعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كن ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمة لنقير له شيطانا شيطانا فهو له قريم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهددون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئسا قرين ولن ينفركم يوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفلن تكس من الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقنون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا علم مقتدرون فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذي كلك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يرحجون وما نريه من آية إلا هي أكبر من أختها وأخلناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكذون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي منكم مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه سرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أنسفونا انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما مرد ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آليتنا خير أم هو ما ضربونك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء نجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه معلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصد أنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء يسا بالبينات قال قد جهتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأخيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقيم يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذنب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولفتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكنة كثيرة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبنسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كفرون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثر تمر الحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوموا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإله ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤبكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعملون